موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم على حقة جديدة كيف ندلك على حركات الأولى والدروس الأولى لتدلك اليدين اليدين نبسطها جديدين ونضع قليل من الزج سنتكلم خطوة سنتكلم خطوة كيف ندلك اليدين نبدأ من هنا من المعصم إلى أصابع هكذا هكذا كذلك كل عدلة على حدة ممكن أن تبدأ من الإلهام أو من الخمسة سنتكلم خطوة كيف ندلك سنتكلم خطوة كيف ندلك نبدأ من هنا هكذا هذه هي الطريقة قبل أن نبدأ حصة الترويض دائما تبدأ التدليق بهدوء هنا نضع هنا نضع كذلك نضع تدليق الماشطة اليدين يعني كل هذه العدلة هنا المتعة بالفرنسية تدليق على شكل على حسب خطوة ثم نبدأ بهذه النقطة من هذه العدمة إلى هذه العدمة هكذا نضع ونقوم بحركات الموباليزاشون الاناليتيك هذا أول درج بعد التدليق في نفس الوقت تحل هكذا تدليق المزان هكذا ونخرج ها هذه هي الطريقة الصحيحة أنا شدي بالفوق المزان هكذا العدمة الأولى وشدي تقريبا أربع أو اليد كلها يا أربع عدمات في المتعة أو اليد كلها بهذه الطريقة تنفرق المعصم تسمع وحس الصوت خفيف وتنطلع هكذا 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 تكرار الحركة أكثر من عشر مرات أي عشرون مرة وبعدها ندير اليد نحرق نحرق اليد بهذا الشكل نحرق الأبطر تنزبدوه هكذا 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 هدو هي طريقة ترويد اليد هدو هي أول حركات نستعملها في ترويد اليد هكذا 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 تبدو هذه الحركات مؤلمة بعض الشيء ولكنها مفيدة للعدلات وتساعد على استطالة العسم بالنسبة لهذه المنطقة فهي تنحاول نصرفها مثلا بمعنى نتبط العدم الفقاني ونزر اليد في تجاه اليمين يعني هناك عدمتين في الساعد عدمتين فنقوم بتثبيتها هكذا ثم إزاحة وبعدها التواران أو الميالان في اتجاه اليسار كذلك هناك التواران ولكن قليلا ما نستعملها ندهن راحة اليد ونركز على هذه العدلة بالدات تحت أسبوع الإبهام لأنها أكثر العدلات التي يكون فيها الألم بشدة كذلك هذه العدلة الجانبية فهي بالنسبة لي عنده ألم هناك في تلك المنطقة فتجد أغلبية عندهم عقد عدلية فهذه هي الطريقة التدليق كذلك الأسبوع يجب أن الأسبوع الإبهام يكون في مستوى الطاولة بهذا نستطيع استطالة العدلة والأعصاب وتبدو مؤلمة جدا وتبدو مؤلمة جدا وتعنا نلاحظ أن السعيد واليد في زاوية 180 درجة أي السفر بالطريق السلام عليكم كما ترى سوف نبدو كيف سنعرف العبار الصحيح بالنسبة لي عندها مسرحة فهي الدرجة عندها السفر أي ما يعادل بلغة الرياضيات 180 درجة بالنسبة إلى الزن اليد فأنت سوف نقول بأنها سليمة وصلت جيدا فهذا تكون تقريبا يعني زاوية قائمة هذا الحالة هذا الحالة أنت بقي تشوفه زاوية قائمة تقريبا يعني بنفس العدد هو 90 90 درجة هذا هو بالنسبة إلى الزن اليد فهي حالة ترويت تنظروا مزيان وندفع حتى تدفعوا مزيان لأنه ضروري توصل 90 درجة فتزبدوا العصبات أمام من دي اليد يعني راحة اليد عصب ديالها تزبدوا مزيان فنصلوا إلى 20 درجة فهي إلا كانت فتوصل لها الإنسان بغياء فالعدد راه مزيان عكس بالنسبة إلى دورنا اليد فإلا كانت دورنا اليد فبالصعوبة أنا هتوصل 90 درجة حال هكو هاد الحالة هاد ما كتشوفوه كان مقدر استوصل 90 درجة يعني كانوا واحد ما سفى هايشتو يعني 90 درجة ما كيناه فتقريباً إذا دفعنا 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 ففي حدودتنا تقريباً حدودتنا فيها 70 ولكن إما تتنعرف أن اليد السليمة مئة في المئة ديمة تنقرنها مع اليد الأخرى إذا كانوا بحال بحال يا فها رهية سليمة ديمة ناخد عنا اعتبار اليد الصحيحة رهية اللي نورمال تنقرنها مع اليد المريضة بالنسبة بالنسبة درجة الميالان ميالان جليد تنقرن الأصبع الثالث هالأول الثاني الثالث هذا هو عمود ديال اليد قصت تعرفوا أن هذا العظم هذا ديال الأصبع الوسطى هو عمود اليد هو المعيار علشتنا تعمله فتنقرن من هاد النقطة ديال المعصم تنقرن وتنبدو يعني خسنا نركزوا على هذا يكون بحال شكل عقارب الساعة ولكن خسوا بقى هنا ونظر فكيف تتلاحظوا أن اليد تحركت مفقش بلاستا يعني بالنسبة تتراوح بين عشرين بين عشرين درجة عشرون درجة تل تلاتون درجة ولكن هذا بالنسبة تنظروا على اليد السليمة ومثالية هنا تختلف الإنسان بين الإنسان الآخر في الدرجة درجة الميالان في الجهة اليمن فهي تتكون زائدة الي عنده حتى الـ 40% ويطبيعية جدا بالنسبة الجهة الأخرى فهي مختلفة هذه تنقول لها الجهة انكلينيزون غاديال وهنا فهذه تنقول لها انكلينيزون كوبيتال على حسب تنسمينها على حسب العظم هذا كوبيتال وهذا غاديوس وهذا كوبيتال فالجهة الأخرى تقريبا تكون نفس العدد 20 أو 10 درجة يعني يجب هنا ثالين هالجهة دي مزائدة 30 درجة وهنا 30 درجة 20 درجة وهنا 20 درجة إذا هذا المعايير كيف تنشدوه مزيان تنشدوه ندورو تجاه بالنسبة للترغيط فتنشدوه مزيان ونزروا اليد ونزروا الجهة لا تنشدوه هكا لا هنا خطأ فخص هكا ودفع الجهة هكا تسمع واحد تقطقه هنا لأن العدم تحاول استرحه وفهد جهة ما عندنا الفراغ تسمع الصوت تقطقه ولكن تكرار تكرار الحركة وتنشدوه لي تنشدوه تجاه آخر هذا ما الحركة التي لدينا من تح الفق هذا لأنقل العديد الجانب الأيمن الجانب العصر ولكن هناك حركة أخرى وهي الدوران نأخذ قلم ونظر ونظر القلم ونقوم بالتثبيت وتنظر هذا الحالة رأى الدوران سليم إذا كان إنسان ما تقدرش يكمل فهناك غيكون مشكل هنا يفهد العدم هذا بالنسبة التجاه أخر كان هذا التجاه وهو تكون ضعيف جدا على اتجاه أخر ولكن لماذا؟ السبب هو أن هذا العدم هذا اللي تنسموها اللغة جيوس عنده واحد بكرة بحر بكرة هنا فوق في المرفق فهي اللي تساعد على اكتمال الدوران فإن اكتمال الدوران هنا يعني من من الصفر إلى 180 فالإنسان طبيعي جدا إلا توقف الدوران هنا فهناك مشكل في العدم وفي الأعصاب يعني أو عضلات غير خصة خدمة جيدة يعني مسدودة خصة خدمة جيدة بس توصل يعني ديما تكون مشكلة هذه العضلة هذا فخلصت القياسات حركة اليد فبالنسبة لهذه الحركة رفع اليد إلى الأعلى هكذا ففيها تقريبا 90 إلى 80 درجة كذلك بالنسبة للجهة الأخرى هذه الحركة تقريبا من 80 درجة إلى 70 درجة بالنسبة لماذا ينف الجهة الإبهام فتقريبا بين 30 درجة إلى 20 درجة وبالنسبة للجهة الأسبوع أخير الخامس تقريبا بين 20 إلى 10 فهذه حدود اللي كانين بالنسبة بالنسبة للدوران فيجب ستكون كاملة مئة دوران مئة وتمانون درجة وهناك من عنده فقط مئة وسبعون إذا كان إنسان عنده عدالات مسدودة خصوصا بالنسبة للبئة اللي عندهم مهنة البناء فهما معروفون بعدالات قوية فلا تستطعوا اكتمال الدورة هذا وشكرا على مشاهدة وننتقل إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله